قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي على الكثير إن الهيئة أوشكت على استكمال التحضيرات لعقد مؤتمر عام للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين سيكون بمثابة تدشين لكيان نقابي حقوقي يضم الجميع مشيرا إلى أنه سيتم تحدد موعده قريبا وأكد الكثير في تصريحات صحفية عن بدل الهيئة جهودا لتفعيل كل من إذاعة وقناة عدن ومؤسسة 14 أكتوبر وتنشيطها في العاصمة عدن كما أوضح أن الهيئة الوطنية للإعلام جاءت لتعزيز وتنظيم وتنسيق العمل الإعلامي وتوحيد صوت كافة الوسائل الإعلامية الجنوبية لخدمة الجنوب وشعبه